اشتركوا في القناة مع بداية 2024 كيف اكشف؟ تمام كيف بك انت تمام كيف استنى وانت بألف خير كيف هستنى معك له هلأ؟ يعني استنى بداية منيحة يعني الحمدلله بداية خير ان شاء الله ان شاء الله بظلها خير ان شاء الله علينا كل اياتنا طبعا ان شاء الله اليوم اصفاتنا ثلاثة رباحها بتجاج تمام عاملين كمان اشي فطيرة هي مش فطيرة اللي بسمع فطيرة بيفكرها بوف بيستري صح اوكي لا اليوم عملينها ببطاطا اللي هي بيكت بوتاتو بطاطا بشوية راح نحشيها فطر كريمة شوية جبنة تمام راح نعمل جاج بالفرن مع بطاطا راح نطفيها بيتوم وكزبرة حلو ورح نعمل سلطة عدس اوكي يمكن تكون غريبة شوي مكوناتها كثير سهلة هي فيها بندورة فيها خس عدس دبس رمان طحنية حلو فبس نسكبها راح جوف انها شوي هي جامدة بس ما ننسى انه البندورة فيها مي فهي بعد شوي راح تيها فكت اوكي ورح نعمل صينية شورمة فاليوم طبخاتنا شوي راحين كلها غماس بغماس كله غماس تمام بس قلتلي فيه اشي هلثي بالموضوع الهلثي هي البطاطا البيك بوتاتو انتي بديك هلثي هلثي مش راح تزبط معنا لا مانا لحالك قلتلي مسكت الصحي بلي اه هاي صحية راح نعمل فيها البيك بوتاتو مية مية بس يعني شوي هي صغيرة فيها جبنة شوي تكريمة على جبنة هيك على الوجه امورنا بتكون تمام يعني زي ما حكى لكم الشيف هالوصفات راح نعمل لكم اياها خلال الحلقه ولا اشي جاهز معانا كل راح يجهز معانا منه لساعتينتين لحتى نستردلكم اياه بنهاية حلقتنا اما هلا فبنبلش باول وصفة بس بدي ارجع اذكركم ان احنا معاكم لايب عبر صفحاتنا على الفيس بوك على عمان تيفي كيتشن كمان على عمان تيفي اوفيشل اذا عندكم اي اسلا اي اسف سراك واذا في ببالكم اي وصفات كمان حابين نحضر لكم اياها بالحلقات الجاي نحنا جاهزين اول وصفة شو راح نبلش طيب اول وصفة راح نبلش فيها اللي هي اللجاج بالفرن ليش لانو راح يطول معانا ورح ياخد وقت معانا لانها جاجة كاملة مقطعة تمام مقطعة لارباع زي ما احنا شايفين اوكي 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 راح نبلش هلا نتبلها نبهرها نحط عليها اللازم ونحطها بالفرن ونخلصها مباشرة بالفرن بس بس طلع راح اطفيها بالتوم والليمون اوكي اوكي راح نرش عليها توم الليمون ومباشرة نتكبها بالفخارة اللي عندنا ممتاز يلا خلينا ناخد المقدير ونرجع لنطبقها معاكم للجاج المشوي اللي مطفى بالليمون والتوم راح نحتاج لازبدة بافريكا خلف فلف الحار ملح من الكسيح وفلف الأسود من الكسيح خبز عصير ليمون وبطاطا كمان راح نحتاج لشطة دجاج من العز كركم كليل الجبل مرأة دجاج زيت زيتون سنوبر توم وكوزبرة شفنا المكونات والمقدير خلينا هلا نشوف مع شف سليم كيف طريقة التطبيق خطوة بخطوة لحتى تطلع معنا الوصفة 100% يلا شف قلنا شو ما مبدلش؟ طيب هلا مبدئيا أنا البطاطا اللي نجيها بطاطا حبة صغيرة عشان كمان ما تطول معنا لأن البطاطا اليوم اللي بيبسو شوي يعني بتلاقي اشي منيح بتلاقي اشي راح يطول فأنا عشان ما ندخل ماء غامر فنجيتها حبة صغيرة عشان أراد تستوي معنا تستوي معنا أسرع فهلا أنا قطعتهم لأنصاص راح نحطهم باستغنية سبعتنا تمام طبعا إحنا أكيد اليوم بما أنه حكا لنا شوف في بداية الحلقة أنه كل وصفاتنا راح يدخل فيها الجاج تقريبا فأكيد نرجع نتذكركم بدجاج العز لأنه إحنا ما منستغني عن دجاج العز وأكيد كل شيء منحتاجه ومنجيبه من عندهم بتقدروا أنتو تروحوا على أقرب فرع لإلكم من دجاج العز أو بتقدروا كمان تطلبوا عن طريق الابليكيشن تبعهم بيوصلكم لباب البيت اليوم الشف مختار الجاجة أربع قطع فأنتو بتقدروا أنكم تجيبوها بهذا الشكل بتقدروا أنكم تجيبوا الجاجة كاملة بتقدروا جيبوا الجاجة الكاملة اللي مسحبة من العظم بتقدروا جيبوا كمان الجاجة مقطعة قطع أصغر إذا بتكون صدورة لحال أفخاد لحال يعني كل شيء أنتو بتكون إياه ولأي وصفة أنتو بتكون إياها رح تلاقوها موجودة عند العز يا عن طريق الابليكيشن أو بتروحوا لرب فرع طيب بعد ما جبنا الجاج وأربع قطع أنا عم بفتح الجاج أوكي منخزقها عشان النكهة البهرات كلها تدخل جواتها وتستوي أسرع من اللازم طبعا أنا حطيت خل نستخدم خل أبيض خل أحمر المتوفر عندك البيت خلي إيش لتنظيف الجاج عشان عشان بس الزنخة تمام 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 هيك فتحناهم هلا بدنا نحط عليهم البهرات حطينا هلا هولا عنا الشطة نقدر نستخدم شطة بلدية أو المجروش الفلفل حار أوكي راح نحط عليها بالشكل يعني ما تكثر لهم كثير حار لأنه مش الكل بيحب الحار يعني هلا أنا مستمع ولايش على السماعة لسه 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 ما بلاش تتعلق مروه تمام وعنا هولا بهراتنا هاي بهرات مشكلة هاي بهرات عنا كركم عنا هيل تمام فابريكا فابريكا حلوة أو برضو إذا بدك إياها حارة بتقدر تحطيها حارة حالو حبيت إنك ضفت الكركم لأن الكركم ما بيختلف الطعم بيعطي هيك شوية لون حلو وبيقوجي هذا المناعة لأنه هلا إخنا سمعنا بمنخفض يعني محترم جينا يعني دفوا حالكم وحاولوا إنكم بتقوجي هذا المناعة عندكم لحتى ما تمرضوا لحتى ما ترشحوا لأنه يعني ثلاث أرباع الشعب خلينا نقول مرضى في الوقت الحالي مريض فنحاول إنه ندخل الإشياء اللي بتقوي عندنا جهاز المناعة زي الزنجبيل زي الكركم يعني الكركم زي ما حكينا ما بيغير الطعم ولا رح يغير أي إشي بالوصفة غير إنه هو رح يعطي شوية لون إضافي فإنتوا حاولوا إنكم إنتوا تضفوه على كل وصفاتكم سواء كانت طبخات رئيسية سواء كانت سلطات حابين تشربوه كمان مع الزنجبيل بتدروا إنكم تضيفوه يعني نصف معلقة صغيرة على المشروبات تبعتكم هيك إنتوا بتكونوا استفدتوا من كل الفوائد الغذائية اللي موجودة فيو بتكونوا قويتوا جهاز المناعة من دون أي نكهة أو من دون أي ما يعني أي إشي يخرب بالوصفة تبعتكم طيب هلأ بدنا يعني ندلكهم نمسجهم نمسجهم طيب إيش حطيت إنت زيت زبدة؟ حطيت زيت وحطيت زبدة أوكي الزبدة دائما بتعطينا نكهة أقوى من الزيت أوكي أوكي فهلأ قاعدين عم نعملهم مساج يعني ججات دولا موصة عليهم مبلللين مبلللين أنا بحب كمان غير إنك إنت فتحتهم شوية عشان تفوت النكهات لجوة بحب إنه الواحد لما يكون عم بيستخدمهم بالجلد إنه يدخل من جو الجلد من السوس اللي إحنا حطينا لحتى عن جد الواحد يحس بالنكهة إنه كتير مرات لما أنت فيه ناس بتقيم الجلد لما بتاكلها فبصف اللي بتاكل الجاج من جوه ما له نكهة صح فبتكون كل النكهة راحت مع الجلدة فإنتوا هيك بهاي الطريقة بتكونوا ضمنتوا إنه الجاجة أخذت من كل البهارات من كل النكهة اللي إنتوا عاملينها لحتى تستطعموا فيها حتى لو إنكم قمتوا الجلد طيب دانا أخي تعطيني الملح والفلفل بعد إذنك هاي الملح وهي الفلفل وأكيد ملح والفلفل من الكسيح أحط اللاح حطي لو سمحتي يلا بس أنا موضوعي مع الملح ما رح يعجبك ليش؟ لأنه ما بحس إيدي فرطة يعني ما بتخافي من الملح؟ بخاف من الملح طيب حطي ذلك قوي قلبك طيب هاي فلفل هلأ مبدأين إحنا طيب هيك تمام احكيلي بس أيوان بس يلا هاي ملح خالص تماما اوك يلا طيب بعد ما حطينا البهارات ومسجناها ودرنا معهم البطاطا ونفتحناهم كل ياتهم هلأ رح أحطهم بالصينية أغلفهم بقزير رح أحط شوية مي بالقاع الطنجرة أوكي نغلفهم مظبوط بقزير وعلى الفرن الفرن يعني رح سأليني قديش الوقت يعني خلينا نحكي ماكسمم 25 دقيقة أوكي بعدين رح نكشفهم ونحمرهم حلو تمام تمام بما أنه حكينا عن ورق الأصدير وورق النايلون والكياس وكل هاي الأمور قبل ما نطلع فاصل حبيت أذكركم بباقي اللي معنا كمان أكيد ببهار ونار الأكياس الفويل الرابين كل شيء بخص المطبخ وبخص هاي الأشياء رح تلاقوها موجودة عندهم منصحكم إنكم تجربوهم نحن رح نطلع لفاصل صغير خلال فاصل رح تعمل اشي؟ لا نرجع ونكمل وصف ثاني يلا خليكم معنا بعد الفاصل أرجعنا لكم لنكمل معاكم باقي وصفاتنا أكي بنرحب كل الأشخاص اللي هلأ انضموا لنا بننذكركم إن إحنا معاكم لايب عبر صفحاتنا على الفيسبوك على عمان تيفي كيتشن كمان على عمان تيفي اوفيشل وزي ما تعودت يوم الأربعة منكم معاكم أنا والشف سليم لحتى نقدم لكم وصفات حلوة لحتى ندرش إحنا وإياكم لحتى ساعة تنتين هلأ بدنا نرجع ونشوف أول وصفة أمورها تمام دخلناها على الفرن اللي هي الجاج مع البطاطا بهرناهم وتبلناهم دخلناهم على الفرن بدهم تقريبا نصف ساعة ومنطلعهم لحتى انفجيكم إياهم بس أكيد رح نحمرهم بعدين نحطهم على صفرتنا أما هلأ بدنا ننتقل الوصفة الثانية وصفة الثانية رح نروح شوي على السلطة سلطة العدس أوكي العدس سمعنا صار جاهز سلقنا سلقنا نعم وبدنا نبلش نقطع بالبندورة تمام فخليني ناخد مقاديرها نجع نطبق يلا لسلطة العدس بالتحنية رح نحتاج لها بصلة بندورة توم خس دبس رمان تحنية من الكسيح عدس توم فلفل أسود من الكسيح كمان رح نحتاج لكزبرة لبن وملح من الكسيح شفنا المكونات والمقادير يعني زي ما حكينا ببداية الحلقة يمكن هاي سلطة غريبة شوي مش الكل متعود عليها او ممكن كتير من ما جربها او يعني ما بيفكر انه يدخل العدس بالتحنية مع السلطة بس حلو انه احنا دائما نغير ودائما يعني لازم يكون في اول مرة لكل اشي فخلينا نشوف كيف بالضبط راح تطلع معانا السلطة بالشكل النهائي بس خطوة بخطوة مع شف سليم نحكي لنا شف هلا بدينا اعمل بندورة دانا بعد ما نعم بندورة راح نبلش برضو الخس بدي اناعمه اوكي 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 وبعدين نبلش نطبق بالطحنية بالدبس اوكي اوكي يعني الدبس رمان ولبن وطحنية هذا اللي حيكون لما اندرسنج تباحها اوكي بس ان行了 بس حطيتم مع مي وحطيتم العدس بس مي وحطينا العدس مية بالمية اوكي nonprofits طب thing will eat يعني تقريبا عدلو 12 دقيقة اوكي 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 هلا راحشوفيها بس 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 نسكب راح نكون جدا هيكة جامدة اوكي اوكي عشان طحنية اوكي بس بعدين لا تنسين انه البندورة زي ما انتي شايفة انه البندورة فيها مي اوكي فالمي تبعت البندورة هي اللي راح يضطريها للسلطة تمام تمام حلو يعني اللي بيشوف لبن وطحنية بيقول فتة فتة عدس فتة عدس مع الخس فيعني هيك بتشبه الفتات بس لا احنا عملين لكم سلطة وكيد اذا بدكم اي وصفات في بيبالكم اي شيء حابين نحضر لكم اياه بالحلقات اللي جاي كمان ابعتو لنا رح حاول قد ما بقدر اقرأ من التعليقات اللي رح توصلنا لحتى نحكي لشوف وجهز عشان محدش يزعل علينا ايوه عشان جهز لكم الوصفات للحلقات اللي شاي اوكي في عنا ام عمر عم تحكي صباح الخير يعطيكم الف عافية وفي عنا كمان فاطمة عم تحكي لك يعطيك العافية يا شوف بدنا تعمل لنا وصفات بيزا 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 يعني اليوم صراحة كنت اعمل كنت بدي اعمل مروع دي هيك بهاي 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 اعتبرهاي وليش ها بسميه حكي باسم عشان من هلأ انتعدك طيب اليوم الصباح كنت اعمل فيتزا بس غماس مش عجينة كيف هاي فيتزا غماس عادي بتعملي فيتزا اوكي كل المكونات بتتعطيها بصنية كاملة وبتجيبي خبز بتحمصي الخبز اه بس انا عندي اه تأمل او اي خبز دكية ليدز عشان تكون فيتزا صحية كمان ممتاز كمان بيزون اوكي وبس بصيري يعني تغمسيها غماس حبيت طب هلأسبوع الجاي أسبوع الجاي طيب نعملها خلص بصير سازة مروع يا اخوان انا اليوم دي دير بالي عمروع ليش ان الصبح زعالها الصبح يعني كنت انا بشتري بالاغراض فبعتتلي بتبهدل اي ساعة تسري الاغراض اعترف اه تعزو نص وخمسة فوالتلها مروه يمكن امكي ماء الحي فقالتلي انت بتفكر حالك اخر لحالك بالحلقة لحالك خلص بكفي المهم احنا طلعن الحلقة المهم الامر بديم بتحكي معي انا هون انا جيد دخلت من الباب الخلفي فبتحكي معي انت وين بتلها انا بالستوديو انت لوين مش هانا لوين صبعت عليها بالاخر اي خرم خلص بس احنا بنا نرضي مروه ونعمل الوصفات اللي مروه بد هيها واللي مروه وجعبال هيها فاذا عمللنا الاسبوع الجاي البيتزا تبعت التغميز بدنا نعملها مع خبز ليد لانه اكيد زي ما انت سرتوا تعرفوا انه خبز ليد خبز صحي قليل بسعرات الحرارية واهم اشي انه ما فيه سكر بيعطيكم الشبع على فترة طويلة في منه اكتر من نكهة في منه بالشعير في منه بالكتان في منه بالاسمر في منه بالشوفان يعني اكتر من لون واكتر من نكهة فجربوا خبز ليد بكل الوصفات سواء كانت بالسنفشات او بالوصفات الرئيسية او بالفتات كمان احنا اكيد عملنا وصفات كتير من قبل بخبز ليد اذا بترجعوا تلاقوها على قناتنا على اليوتيوب امتى ما بتكم طيب امور البندورة تمام امور البندورة تمام هاي اخر حبة رح اقطعها بعدين رح ندخل على الخس بدي انا عمو شوية زيري اوكي عشان نبلش نطبق بصلاة طبعتنا تمام يلا اذا هيك انا بقدر اخرق شوية من التعليقات اه في عنا سلوى بتقول صباح الخير انا من معجبين بقناتكم ومعجب البرنامجكم شكرا كتير لإلك يا سلوى وحكينا اذا بدك اي وصفات حاب نحضر لك ياها كمان الحلقات الجاي نحنا جاهزين اوكي وفي عنا كمان مريا مجبارة عم بتقول مثلا الورد والفول والياسمين بدنا اكلات شتوية باللبن باللبن طيب اعطينا ايش بدك بنعملك ياه طوض ما احنا عنا الجميل بنزل لهم فأمرنا خير فبننعملكم اكيد وصفات باللبن ان شاء الله بالحلقات الجاي وفي عنا كمان محمد عم بحكي يعطيكم الف عافية يا احلى ناس ما شاء الله عليكم يعطيكم الف عافية شكرا لإلك يا محمد وفي اخلاص عم بتقول شف بدنا وصفات بالفول الاخضر فول الاخضر والله في كتير وصفات فول الاخضر والاخضر ان شاء الله بالحلقات الجاي طيب رح تعمل ايش خلال الفاصل لا خلينا ازبتكين منطلع الفاصل النعم الخاس نعم الخاس رح نعم كمان شوي من الكزبرة تمام رح حط شوي البصل وبس نرجع من الفاصل رح نعمل الدرسين تبعها ممتاز يعني احنا ما رح نضيع عليكم ولا اي اشي بس رح نعمهم شوي زي ما حكا الشف ونرجع لنكمل معاكم خطوة بخطوة بعد القاصة رجعنا لكم لنكمل معاكم باقي وصفاتنا رح نرحب اكيد بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا بس دا احكي لكم انه رح اتعليكم اول وصفة هي الجاج مع البطاطا طبلناهم وحطناهم بالفرن رح نفرجكم اياهم بنهاية حلقتنا رح نستعرضهم اكيد على سفرتنا وبعدها نتقلنا لسلطة العدس عملنا البندورة وعملنا الخس وعملنا البصل وصلقنا العدس وحطناهم هلا بدنا نشوف شف سليم كيف رح يعمل لنا السوس وحطنا الطحنية طبعا من الكسيح وحطنا دبس رمان انا بحب دبس الرمان بصراحة احسوا بيعطي نكهة مميزة للسلطات بيعطي صراح ميومين انه فيه حلاوة فيه موضة فيعني مع هيكل الطحنية ودبس الرمان طعم زاكي اوكي بعدها نحط اللبن ما رحط كتير لبن اوكي يعني لو انك ما حطت الدبس كان قلتلك صارت فتة صارت هايها صح طعم هيك صارت جاهزة ملح فلفل لمون هلا 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 رحط لا لمون ما رحط اوكي فلفل شوية فلفل أسود شوية ليش ما هدو حط لمون لانه تنسيش عندك الدبس اوه حامض شوي اوكي تمام حلو طيب موضوع اللبن والطحنية ويفرطوا ما يفرطوا ما بيخوف الموضوع لا لا لانه كله بارد لا كله بارد اوكي تماما تماما طيب ايش فيه اشي ممكن يضفوا كمان خضار مع هاي السلطة او ايش ممكن مثلا يستغنوا عن اشي مثلا اذا ما بيحبوا او السبب تخيل يعني هي ما فيهاش اشي يعني اسمع هي ما فيهاش نفذلك خلونا نقول بندورة وخس وهي جدا يعني اذا بطلع عليها هي كتير هلثي او طبعا تمام أهم اشي انا دائماً بقول انه الواحد لما بدوا ياكل سلط يكون هنا مصدر من البروتين لو شو ما كان هاي تقدر انكم انتم تعتبروها كوجبة عشاء او للاس النباتيين كمان تفتكم انكم تعتبروها كوجبة بالنسبة لكم لأنه لا يوجد أي شيء حيواني إلا إذا كان هناك أشخاص لا يستطيع أن تأكل اللبن تمام، الآن أنا نزلها بأيدي لأنه وحكى لنا لشيف أنه ستكون أولها تقيلة تقيلة معنا، مبين الآن سنرى كيف ستصبح مرقة لأنه عندك تنسيش البندورة والله يوم، كله مساج، كل الوصفات تتمسج بدك تتاكل، بدك تدلع بدك تدلع الأكل عشان يدلعك بالنتيجة النيائية وبعدها رح ترجع شوي شافية، الرجل هي بلشت تثير البندورة ممتاز، طيب عم بيقولوا لك شيف بدنا وصفات حلويات لأنه دخلنا بالشتوية وبالأجواء الباردة حلويات حلويات، حلويات يعني زي أشمدكم، أنا صراحة أنا مش صحبة كثير مع الحلويات أكون واضح معكم خلينا على الموالد بس في عندكم هنا شيف شاطر ما شاء الله علي شيف بندر هاي يوم الأحد بتطلع لكم اتدللوا عليه، شغلوا حلويات تطلبوش منه طلائق، تطلبوه حلويات تمام، في عنا زهري عم بتقول وسمحت شاف، ليش لما قيم الجاج الجلد عن الجاج بيطلع ناشف؟ الجلد مبدئيا لأنه هو فيه فات، فيه دسم تمام؟ فأكيد، إذا بدك تشيلي الدسم، راح تطلع ناشفه ناشفه عشانيك دائما منحكي أنه خلي الجلد بدك تشيليها بعد ما، يعني فيه ناس بتلايه بيأكل الجلد صح وفيه ناس ما بيأكل الجلد دانا القربي بس فهي بتقدر إنها تطبخ فيها وبالآخر قبل الأكل بتقيم الجلد صحيح هيك بيطلع معها قطرة مية والمية أوك أوك هلأ بده نوسكوب حلو أوك في عنا كمان أم سيف عم بتقولك يعطيك العافية شاف أنا كتير حبيت الحلقة اللي عملت فيها استعراض للأطباق رح نرجع نعمل كتير ناس حبت وبعتوا كمان على البرنامج رح نرجع نعملها رح نرجع نعمل كتير أطباق من هذا الشي لأنه إشي سهل وإشي جديد للكل صح الكل فكر إنه والله كتير صعبية لأ هي مش كتير صعبية صح صح يعني داما إحنا منحاول بالبرنامج نعطيكم أفكار وصفات جديدة أفكار لتزيين الأطباق خلينا نقول يعني نكهات يعني ما بدنا نعطيكم نكهات كتير بعيدة عن نكهات اللي احنا متعودين عليها منحاول أدما منقدر نقرب النكهات لحتى كلياتنا نقدر إنه إحنا نستلطفها ونستصيغها يعني صراحة هاي الوصفة حبيتها أنا شخصيا صلطة كاملة متكاملة وشكلها حلو وأنا متأكد إنه طعمتها رح تكون زاكية فجربوها ويعني مش صعبة أبدا هايكم شفتوا خلال يعني خمس دقايق تقريبا صارت جاهزة معانا السلطة ونحطها على صفرتنا هاي صارت جاهزة سلم إيديك طيب هلأ شاورمة هلأ شاورمة هلأ شاورمة يلا لصنية شاورمة الجاج رح نحتاج لجاج من العز بهارات الشاورمة بقدونس جبنة مانزوريلا بصل زيت شعبان لبن حليب إنجوي وبطاطا كمان رح نحتاج لفلفل أحمر مخلل خل أبيض حبهال زعتر كتشف وجبن كريمية موسيقى يعني أنا واحدة من الناس اللي عم بستنى وصفة الشاورمة متأيدي كتير من المشاهدين كمان عم بستنوا هاي الوصفة بس عشان ما يروح عليكم ولا اي اشي وعشان نمشي معاكم خطوة بخطوة بدنا نطلع لفاصل جبنة بدك تعمل اشي خلال الفاصل؟ بدك تستوي جاج؟ بدك تعمل اشي بدك تعمل اشي بدك اتبل الجاج بس يعني راح اتبله عندنا الوهرات شاورمة اوكي عندنا كتشب عندي لبن وعندي هال اوكي اذا رح نجع بعد الفاصل نكمل معاكم وصفة الشاورمة ولسه في كمان عنا وصفة ثانية فخليكم معنا ارجعنا لكم لنكمل معاكم باقي وصفاتنا ووصلنا للوصفة المنتظرة اللي هي صنية الشاورمة هلا احنا اخذنا المكونات والمقادير قبل الفاصل بس اكيد رح نرجع هلا نطبقها معاكم خطوة بخطوة ورح نرجع نعدي لكم ايش المكونات والمقادير لكل الاشخاص اللي رحت عليهم الوصفة بس قبلها اعملنا صنية الجاج مع البطاطا تبلناهم وبهرناهم وحطناهم بالفرن بدهم شوية وقت وبننرجع نطلعهم وعملنا لكم كمان صلطة العدس وهلا بدنا نروح لالشاورمة بس شيف قبل ما نبلش بالشاورمة طمنا على الفرن شو وضعه الفرن لسه ما شاك مناش عليها لسه؟ لسه هلا بس ندخل لان الشاورمة كانت تدخل على الفرن أوكي فبس ندخل الشاورمة من شاك على الجاج ممتاز طيب نرجع نعدي لهم سريعا احنا ايش تبلنا الشاورمة بالظبط ايش حطنا عليها؟ بهرات شاورمة على الاول اشي الجاج انت ايش جايبه بالظبط؟ صدور جاج صدورة من العز؟ أكيد أوكي بعدين؟ اه تبلناهم ببهرات شاورمة هيل ملح فلفل بهرات مشكلة أوكي وبس شوية لبن شوية كتشب وحطيت شوية انا زيت بالنفس القلاية وهينا بلشنا نعملهم ممتاز تمام تمام أوكي هلأ بدك تستويهم مية بالمية على المقلاية؟ يعني تقريبا لانه بالفرن رح يوعد معنا خمس دقائق بس يعني اذا مش اقل كمان لانه فرن تبعنا اردي كمان حامي بس عشان الدوب الجبنة أوكي انت مو عمللنا يهول هاليوم صندويشات شاورمة اوكي زلじا بصنية شاورمة صونية موكي بحاج، فهنا شعالك لانه زل ما انتو شايفين كمان في روم البطاطا المقليات فرح تكون طبقة من البطاطا المقليات طبقة من الشاورمة وصوفا ثاني طبقة الجبنا يعنى هيك رح تكون catch من شاورمة بطريقة مختلفة بس اكيد اذا انتم تعملوها سندويشات برضه بزبط اذا يعني احنا بس بنا نعملها سندويشات ما بنعملها بالصينية نفس البهارات نفس التتبيلة نفس كل اشي كل اشي اوكي يعني بعد ما نخلص من هاي الخطوة ونستويها على المقلاية ملفها بالسندويشات ويعني بنرجع زكير فلكمان بخبز ليز مرة ثانية بتقدر انكم تعملوا فيو سندويشات الشاورمة يلا نتطمن على الفرن يلا يلا طبعا احنا حاطينها هلا مبدئيا بالاصدير مغلفة لحتى تستوي معنا البطاطا والجاج وبعدين باخر يعني مراحل رح نحمرها ونكشفها يلا نتطمن مع بعض يا عيني يا عيني هلا انت بتغطيها كمان بورقة زبدي عشان نضلها جوسي مية بالمية يا سلام يا سلام يعني هي خليها كمان خمس دقايق قبل ما نكشف عليها اوكي يلا معنا وقت نقدر نخليها يلا كمان خمس دقايق ما رح تضر عشان هيك يطلع معنا الجاج دايب البطاطا مستوية مية بالمية وحطينا البطاطا مش بحجم كتير كبير اسمناها مكعبات صغار لحتى تستوي معنا اسرع واسرع وما تاخد معكم وقت بالفران احنا إلها تقريبا نصف ساعة رح نخليها كمان عشر دقايق وبعدين نحمرها من الوجه وحتى نستعرضها ونحطها معنا على سفرسنا هلا بدنا نرجع للشاورمة قبل ما نطلع فاصل ثاني ويخلصو لك البطاطا انا بقول حطها وبلش بالطبقة الاولى لان الشباب رايح جاي كل فاصل رايح جاي على البطاطا لأ وبعدين الشف بحكوله انه نعمل لك كيس واحد بطاطا وليك لقولهم لا اعملوا التنين لانه عالفين شو رح يصير رح يجينا هذا البائم للكيسين يعني صراحة كبار وصغار بيحبوا البطاطا مش انه والله البطاطا المقلية بس للصغار ولا لطبقة معينة ولا لناس معينة كل بحب البطاطا هلا انا هنا رح نعمل السوس تابعنا هو لبن اوكي سويتوم رايح نحط سويتوم اوكي ويعني كل مرة بفجأونا باشياء جديدة كل مرة باجيبوا لهم يهي هالطنجرة يهي هالصحن يهي هالكسات يعني كل اياته بتلاقو موجود عند دريمهم داما عندهم عروض كل اشي بتحتاجوه بالمطبخ بتلاقو موجود عندهم فروحوا زروهم لحتى يعني اي اشي ماقصكم رح تلاقو موجود عندهم طيب حطينا توم ولبن وطحنية اوكي ليمون ليمون ما في داعي بس يعني انه طحنية مش مثلا ميانية لا طحنية اوكي 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 رح حط انا شوية طحنية وين عالارضية اوكي نفردها بس نفردها عشان البطاطا رح تيجي عليها يعني انا بحس لما الواحد يكون مش عارف ايش بده يطبخ ومش عارف ايش بده يعمل بيعمل بطاطا مقلية وممكن كمان يعملوا جنبها كلوكس النودلز من كلوكس يعني اسهل اشي سهلة سريعة ما رح تاخد منكم وقت في منها اكتر من نكهة في منها بالخضار في منها اللحمة في منها من نكهة الجاج الأجبان يعني بس كل اللي عليكم تعملوا انكم انتو تغلوا المي وتخفوا النودلز فيها ومن بعدها يا اما بتطففوها من المي بتضيفوا عليها البهارات او بتضيفوا البهارات مع المي لحتى كلياتهم يتسبكوا مع بعض تتركوهم شوي وبعدين بتكون جهزة معاكم لالاكل وضع الجاج شو؟ الجاج يعني ان شاء الله يعني دقائق ممتاز وبيجهز معانا وبيجهز معانا حيلو واخر وصفة بتضلع لنا شو عشان نحمس كل اللي عم بتنقونا اخر وصفة اللي هي البطاطا الكاملة المشوية اللي رح نحشيها فطر ودرة وشوي كريمة ويجي على وجه جبنة مودوريلا وشادر تيز يا عيني هاي اللي قلتلي ببداية الحلق انا هاي صحية انا بنسفي صحية كل واحد حسب يعني معتقداته بالصحة شو بتكون هلا انا رح اقيملكم الوصفة بعد ما نشوف ايش المكونات وقدي رح تكون كمية اللي كريمة والجبنة اللي رح تنضاف ومنحكي لكم اذا صحية ولا مش صحية واسا اكيد يعني هذا اشي وهذا اشي يعني الواحد لو اكل كمية صغيرة ما رح حسي المنسف صحي المنسف صحي اذا بايدك بتاكله صحي اذا بايدك بتاكله صحي اذا بايدك تباطل صحي اقناعتنا 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 طيب البطاطا كيف امورها؟ يعني البطاطا عشان نبتلك في اشي جاهز في اشي لسه الجاج رح هلأ اطوله عشان كشفه عشان يدخلوا سينتين مع بعض حيلو ممتاز ممتاز طبعا منتجات الجزيرة خلص الشف صار يلبس الابيض بطل يحكي لهم يعني بندورة على كتشاف على رمان على ديس رمان بطل يفرع عنا بما انه احنا عنا منتجات الجزيرة خلص يعني الحل الامتر خلينا نقول من مطر الملابث من السائل الغسيل حتى كمان السائل الجلي كله عندهم اروع من الروعة وبالاضافة كمان لانه كل المنتجات اللي عندهم ريحتهم بتجنن صراحة وهذا انا شغلة كتير بنتبهلها يعني لما الواحد يكون طلع الغسيل لازم يكون ريحتهم فحفحة لازم تكون ريحتهم هيك مختلفة فجربوا منتجات الجزيرة ويعني رح تكيفوا عليهم رح تبطل تستخدموا ولا اي شي تاني غير شو؟ هدور هيك نحمر؟ بدنا نحمر يا رب ممتاز في كمان بيكون البطاطا اللي بتكون عن جد كتير صغار البابي بوتيتو بتنحط هيك كاملة بحب شكل هاي مع هاي الوصفات ومع الصواني بس اذا ما لقيتوا كان عندكم بس حبات البطاطا الكبار اسموهم بهاي الطريقة يلا تحمير يلا عالتحمير ونرجع للشاورمة بقرأ لك شوية من التعليقات اللي عم توصل بيحكو لك شاف اذا بدنا نعمل المتومة تبعة الشاورمة تبعة المطاعم كيف منعملها؟ امتومت؟ اه حلا اسمعي المتومة في لها اكتر من طريقة اوكي اذا بدنا نعملها بالبيت يعني مش سهلة مش كتير سهلة انت نعمل لانه بدها بدها ماكنة وبدك تلج وبدك نشا يعني في ناس بعمل المتومة مع نشا اوكي في ناس مع بساطة؟ كمان بس اسهل اشي اللي هو ميونيز تحطي شوية لبن معها وتوم صح 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 مية بالمية تكون خفيفة لطيفة ويعني كتير ناس بحبوا يعمل الشوارمة بالبيت فهيك احنا عطناكم لك شبيلة الجاج ايش بتحتاجوا ولا الامتومة ايش ايش بيتكم بالظبط لحتى تطلع معاكم اسكمنا المطاعم يلا طبقة ثانية الجاج يا سلام ريحته بتشهد احنا جايبين زدورة ومقاسمينهم شرائح زي ما انتو شايفين اللي هي يعني زي ما الشوار ما بتكون حالو واللبن اللي حطيته عشان يعطيه شوية طراولة الجامس عشان يعطيه شوية طراوح صحيح اوكي فهيك صار عنا اول طبقتين جاهزين واحنا حبينا نحط شوية من السوس بالقاع زي ما انتو كنتو شايفين تحت البطاطا وهي السوس وهي كصار تمام على البطاطا ممتاز حلو كثير عم بقلولك شرف بدنا تعمل لنا فهيتة جاج وفهيتة لحمة فهيتة طيب فهيتة طيب 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 هون هرح نستخدم عنا الطبقة الثالثة وهي السوس تبعنا كبيرة مرة اللي هو لبن ثوم وطحنية الكسير صحيح وليسه انتو هلا رح تقولوا انه يعني السوس قليل بسوه فيه سوس تحت وانتو شوفوا هلا شو رح يجع الوجه هلا جبنة انتو استنوا انتو استنوا شوفوا شو رح يصير تمام هلا هون عنا عيني شايفي على الخفيف ايش خالط انت انوع جبنة مزرلا وشذر مكا تمام هذول يعني بحسهم انا اكتر جبنتين بيضبطوا للصواني حتى هيك تعطينا المطة وهيك التحميرة حلوة هيك تمام على الفرن يل على الفرن هيك خلصت وصفة الشوارمة هيك خلصت وصفة الشوارمة حالو طيب لسه في عنا وصفة عنا اخر وصفة اخر وصفة ناخد مقاديرها خلينا ناخد مقاديرها لحتى نرجع نطبقها مئة بالمئة موسيقى لفطرة الجاج الصحية رح نحتاج لبطاطا مخبوزة جوزة طيب فطر ملح وفلفل اسود من الكسيح توم سكر بني من الكسيح زيت شعبان بودرة بصل ودجاج من العز موسيقى كمان رح نحتاج لتوم رح نحتاج لنشا من الكسيح مرق دجاج درة جبنة شذر وكريمة موسيقى 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 ووصفاتنا كمان كنا مجاهزين من قبل ولحقنا وجهزوا معنا ورح نستعرض لكم إياهم بآخر جزء من حلقتنا فإذا أنتوا لسه مش عارفين إيش بدكم تعملوا مش عارفين إيش بدكم تطبخوا ما معاكم كثير وقت لتعملوا إشي هيك صعب وبده وقت فاعملوا واحدة من الوصفات اللي احنا عملناكم إياها اليوم بالحلقة لأنه ما رح تاخد معاكم وقت نهائيا طيب إحنا غلفنا الحبات البطاطا بالأصدير وحطناهم بالفرن تقريبا من بداية الحلقة خلينا نقول وما حطت عليهم ولا أي إشي شف صح؟ ولا إشي ولا أستمتهم ولا شرم بس عملت لها حز من فوق اللي هو زي اكس زي اكس وحطناهم بالفرن طيب وهلأ هلأ جهزوا يعني طرايا ممتاز اوكي هيا عمنا هون هلأ راح ابلش أنا نعمل بالحشوة باعتها حيلو اوكي هي راح تكون معانا يعني زي القوارب يعني الحبات البطاطا ايو تقريبا اوكي اوكي تمام عمنا هون مشرم اهم عم بيطلبوا منك تعمل لنا لزانيه السبانخ عمنا هون شوية بصر سجلي يا مروة هاي عشان لما يصبع جايس سألنا مش عارب شو أعمل ساعدوني هاي فيه وصفات مروسج ليهم أبعطيلي إياهما واتساب صار فيه وصفات كثيرا أوكي فيه عندنا كمان أم سيف عم بتقول يعطيكم ألف عافية أنا كثير بحب أدخل القرفة بالوصفات خطوصاً الوصفات الشتوية لحتى تعطينا الشعور بالدفا مية بالمية القرفة بتعطي هيك شعور بالدفا أكتر أكتر زي ما حكيتي والحلو موضوع ريحتها بالبيت لما تكون هيك الدنيا عم بتشتي وتكون الأجواء باردة فالقرفة زاكية بكل أشكالها سواء ضبطيها على الأكل أو بالحلويات أو حتى شرب كمان داماً بتكون زاكية القرفة طيب شو حطيت شف شرح علينا حطيت البصل حطيت مشرم حطيت الدرة وملح فلفل خليها بشوي كلها تتدبل مع بعض تماماً في عنا سناء عم بتقولك شف بدنا تعمل لنا شوربات شوربة كوسا شوربة براكلي أو شوربة درة شوربات حاضرين شوربات يعني هلأ هيك مع الأجواء الشتوية إن شاء الله هنبلش نعود لكم ياهم أكتر وأكتر بعدين قرب رمضان هلأ موضوع الشوربات حلو إنه بالشتة هيك مع ما بيكون الشوب فالواحد بصير يتقبل الشوربات أكتر وأكتر كمان مروا سجلي ها سجلي شو عم بتطلب الناس سجلي سجلي طيب أدي بيأخذوا تقريباً بالفرن مع الأصدير وندخله مع الفرن اسمعي صراحة حسب حسب نوع البطاطا حسب نوع البطاطا حجمها في اشي راح يطول كثير في اشي قد محطتي راح ضل نفس الشي فبس هي يعني تعتبر بدها بدها خمت وشين دقيقة نصدق أوك في ناس بسلقها نصدق وبعدين بدخلوها بالفرن مثل إحنا ما عملنا هيك أنا مباشرة حطيتهم أوك حاولوا أنتو كمان لما بدخلوها هيك مباشرة على الفرن حاولوا أنه ما تكون كثير كبار الحبات البطاطا لحتى يستموا معاكم أسرع وأسرع وهلأ كمان البطاطا الحلوة موسمها فبقدروا كمان يدخلوها بكثير وصفات فزاكة البطاطا الحلوة ويعني سهلة صحيح البطاطا الحلوة زاكة تعمليها ماشة بوتاتو واللي محروسة تعرف أنا أول مرة أكلتها مقلية كانت بدبي يعني لما كنا عم نطلب أكل بيقولك أنه بدك البطاطا المقلية تكون بطاطا عادية أو بطاطا حلوة فكثير حبيت الفكرة وعنجز كانت زاكة ومختلفة فبتقدروا أنكم أنتو تعملوها بهذا الشكل فبتقدروا تعملوها مهروسة فبتقدروا تعملوها مهروسة ماذا تضيفون عليها زبدة والكريم عادي زبدة وحليب زبدة وحليب حسنا هناك عملية بالكريم فقط أنا ضد الكريم الحليب كثيرا أسكى يعطيك طعن وأخف وخصوصا أيضا إذا استخدموا حليب انجوي لأننا اليوم لم نستخدمنا لذلك نرجع نذكركم فيه حليب انجوي مدعم بالفيتامينات والمعادن أكيد بأكثر من حجم تقدروا تقوموا بالسوبر ماركت و بالهايبر ماركت و رح يحل معاكم بالمية بردو بالمية السخنة تقدروا تستخدموا بالوصفات تبعتكم بالأطباء الرئيسية بالحلويات كمان حتى بالمشروبات وخصوصا هلأ المشروبات الشتوية خلينا نقول السحلة بالهوت شوكلت كله بيدخل فيهم الحليب بجر وحليب انجوي طيب قبل أن نخرج الفاصل ماذا ستفعل؟ نضع الكريمة كريمة مع الجاج او لم يوجد الجاج؟ لا فقط فيها الخضرة الفطر فطر ودرة وبصل تمام دعنا نخرج الفاصل ونرجع سأطفي هذه الآن بالتوم والكزبرة تمام ثم سنبدأ بالبطاطا سنخرج الفاصل من بعض الفاصل ونرجع حتى نستعرض لكم السفرة تبعتنا بالنتيجة نهائية خليكم معنا يا عيني يا عيني على هيك منظر ويا عيني على هيك ريحة ياريت بتقدروا انكم تشموا الريحة قدي بتشهي ريحة التوم مع الكزبرة مع التشة على الجاج يعني صراحة وصفة بتجنن وهي عبارة عن صنية جاج مع بطاطا مع شوية هيك بهرات مختلفة على طريقة الشف سليم وصارت جاهزة معنا سلم ايديك طيح هلأ اخر اشي بالضبط طلعت كمان الشاورمة معنا بس بدي احكيرها انو حطناها على السفرة هلأ عنا هون الحشوة زي ما زي ما شفتيها بدغطنا على البطاطا فتحت معنا البطاطا حطينا الحشوة اوكي احط عليها جبنة تمام ومباشرة احطها على الفرن بس الدوب فقط لغيري ممتاز بس الحشوة بدي ارجع اعيد للاشخاص اللي ما لحقوا انهم يشوفوا الحشوة قبل الفاصل احنا حطينا فطر حطينا بصل حطينا درة وقلناهم شوي مع بعض ما حطينا جاج ما حطينا نحمة ولا اي اشي قلناهم مع بعض بعدين ضفنا عليهم شوية كريمة وحطينا عليهم شوية جبنة وبعدين حطناهم بالبطاطا وحطينا كمان رجعنا فوقها شوية جبنة وهلأ بدنا ندخلهم زي ما حكي الشاف شوية على الفرن بس لحتى الدوب معنا الجبنة فقط لحتى نستعرضها كمان مع باقي سفرتنا يا سلام هلأ هدول كيف تكترون لهم مع هات الصحين بدنا نتواطح نتواطح عنجت يلا يلا بندخلهم على الفرن بس لحتى يتحمروا يعني دقيقتين ولا أقل بس بس سيح بس السوحي جبنة أوكي طيب بدنا نرجع هيك قبل ما نطلع آخر وصفة من الفرن بدنا نترجع تعيدلنا شو حضرت لنا وصفات بحلقة اليوم طيب اليوم حضرنا اللي هو جاج مع البطاطا بالفرن كان مطفة طفنا آخر اشي بالكزبرة ثوم وليمون بعدين عملنا سلطة العدس سبعتنا اللي هي كتير سهلة فيها فقط بندورة وبصل ناعم وخس بلدي أو آيسبيرغ برضو نعمنا ومعها عدس سلقنا العدس حطينا الدبس الرمان والطحينية وشوية لبن اللي هو الدرسنج تبعها الوصفة الثالثة كانت اللي هي صينية شورمة الجاج شورمة الجاج تبلناها عادي زي كنها بدنا نعملها سندويشي بهرات كاملة قلناها بعد ما قلناها حطينا بالأرضية اللي هو التراطور خلنا حكيها أول متومة بعدين حطينا عليها البطاطا اللي هي الفرايز بعدين حطينا عليها الجاج شوية جبنة وحمرناها بالفرن وطلعناها وآخر وصفة اللي هي الباكت بوتاتو اللي هي بطاطا مشوية بطاطا مشوية فتحناها أو عملاها اكس بعدين غلفتها أنا بقصدير حطيناها بالفرن بعد ما طلعت من الفرن ضغطنا عليها فتحت الحشوة تبعتها كانت عبارة عن مشروم وفطر شوية كريمة شوية بصل ودرة تمام بعد ما مسكت ببعض حشناها بالبطاطا حطينا على وجهها الجبنة هي حطينا يا جبنة موزرلا يا جبنة شادر تشيز وهلأ بس بديها تسيح هيا إذا إذا شايفتنا أنه بلشت تسيح بلشت تسيح ثواني بتكون أردي خلص جاهزة ممتاز يعني صراحة وصفات أبداعت فيها شف سلم إديك يعني كلها الوصفات ولا إشي منها كان جاهز معنا وجهزت معنا خلال هاي الساعة ونص تقريبا خلينا نقول اللي كنا معاكم فيها مباشرة على الهوى لستاتكم محترين ما معاكم كثير وقت أعمل واحدة منها الوصفات لأنه ما رح تاخد معاكم وقت نهائيا شكلها حلو وطعمتها كمان كثير رح تكون زاكية هلأ بدنا ننقليلكم إياهم على صحن التقديم يما إيدي نحن الكاشفات خلص ما في ما في فيش شعور اتبطنوا الإيدين يا سلام شوفوا كيف الجبنة بتمط مع البطاطا مدين هاي أفكر اه كثير هلثي كلها كريمة وكلها جبنة هلثي مروا أميلنا عن اسم الوصفة البطاطا الصحية امسح كلمة صحية اوكي يا عيني يا عيني ترجعوا تحضروها من بدايتها إذا حابين ترجعوا لأي وصفة تقدروا ترجعوا على صفحاتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن أو على عمان تي في أوفيشل نحن نتمنى لكم بقية نهار حلوة تظلوا بألف خير ويدفوا حالكم منيح على اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة